مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العناوين أول قرار للنيابة العامة في حق المتهمة بقاتل الطالب أنوار بمدينة طنجة قررت النيابة العامة لدى المحكمة الاستئناف بمدينة طنجة اليوم الأربعة تمديد المراقبة الشرطية للقاسر المشتبه فيها في قتل الطالب الشاب أنوار العثماني بعدما قضت 48 ساعة وحسب المصادر فسيتم تمديد مدة الحراسة الشرطية لـ 24 ساعة أخرى حيث سيتم إعادة من الرف القضية إلى الضابط القضائي من أجل التعمق للبحث وللوقوف على جميع تفاصيل الجريمة وكانت المشتبه فيها قد صرحت لدى الضابط القضائي بعد الاعتراف بفعلتها أنها تصرفت دفاعا عن النفس بعدما حاول هالك الممارسة الجنس عليها بالقوة وأوردت نفس المصادر أن المشتبه فيها صرحت خلال البحث تمهيدي معها أنها تعرفت على الشاب أنوار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأنه ظل يسر عليها حتى تأتي لزيارته بالشقى التي يكترها بمنطقة مسنانا وأفادت نفس المصادر أن المشتبه فيها ردخت لطلبه أخيرا حسب أقوالها ورفقته إلى الشقى هناك حاول الأخير أن يمارس الجنس عليها وهو ما رفضته لكن أسلوبه استحال إلى استعمال قوة لإجبارها قبل أن تطعنه بوسط السكين مطبخ عدة مرات فيما أضافت الفتاة في أقوالها أنها لم ترد أن تقتل الهالك وأنها قاومته بشدة وحاولت منعه من الإقشرة بمنها لكنه أسر على فعله مما اضطرها للدفاع عن نفسها كما صرحت المعنية بالأمر أنها بعد طعنها للهالك قامت بالاتصال بخالها الذي أمرها أن تلتقيها حيث قام به محاولة تخلص من السلاح الأبيض والملابس الملطخة بالدماء التي كانت تشديها وحسب المصادر فإن المشتبه فيها تعيش في ظروف هائلية صعبة بعد انفصال والديها الذين يعيشان خارج أرض الوطن حيث تقطن هي رفقة خالها الموقوف أيضا على دمة القادية بمدينة مارتيل ضواحي تطوان شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس ليصلك كل جديد إن شاء الله